الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى فاهتدى تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل معكم الأستاذ علياء قاسم الحسني باحث في مجال علوم التربية تخصص علم النفس التربوي بداية نرحب بكم جميعا ونرحب بمستمعين الكرام من أساتذة وباحثين وعلماء عاملين كل باسمه ومقامه وجميل واسمه ونخص بالذكر السادة المحاضرون اليوم معنا في هذه الأمسية أهلا بكم جميعا في هذا الفضاء فضاء العلم والمعرفة والابتكار لننطلق على بركة الله ندوة اليوم من سباق الأمم ونتجول سويا عبر باقة متنوعة من المواضيع الثرية إلى عالم المدن الذكية للاستمتاع بالمحاضرات العلمية والتنزه إلى أعلى مستويات النقاشات الفكرية دوما في حضرة أهل العلم والمعرفة السنية ملاحظة فقط نعطي لكل متحدث خمسة عشر دقيقة فضلا وليس أمرا ونبتدأ على بركة الله بأول محاضرة للدكتور أحمد عبد الكريم أحمد سليمان هل أنت معنا أستاذ؟ عليكم السلام أهلا بك أستاذ معنا عليكم السلام ورحمة الله ستكون أول تدخل الآن طبعا الأستاذ أحمد عبد الكريم أحمد سليمان هو عضو في هيئة التدريس في عدد من الجامعات العربية وهو متخصص في التخطيط الحضاري وله العديد من الإسهامات العلمية سواء بالنشر في المجلات المتخصصة أو المشاركة في المؤتمرات الدولية والمشاركات الأخرى سواء الاستشارية أو خدمة المجتمع والمشاركة اليوم ستكون بأنوان توظيف التقنيات الذكية لأنتنة الفراغات العمرانية المدينة الذكية ديلاين بالمملكة العربية السعودية نموذجا فليتقدم مشكور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رحمة المهداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البداية رمضان كريم على الجميع وعلى الحضور وأشكر المنصة العلمية أريد على هذه الفرصة ومشاركتي عنوانها توظيف التقنيات الذكية لأنسنة الفراغات العمرانية المدينة الذكية ظلاين بمملكة العربية السعودية نموذجا وهذه المشاركة هذه المشاركة العلمية أنا قصدت منها إسهام منا باعتبار قدرنا كأكاديميين أن نعمل على تنوير العقل العربي وعلى أن نخاطب هذا العقل العربي بموظور المستقبل وعين المستقبل منهجية الورقة هي منهجية استباقية تحليلية للاعتبارات التخطوطية والتصميمية فيما يتعلق بأنسنة الفراغات العمرانية في المدينة الذكية مدينة الضلائم والسبب الرئيس لاختيار هذا الموضوع كحقل للدراسة كونها تمثل مدينة الضلائم اتجاها ثوريا في الاستدامة اتجاه غير مسبوك توقع الأمر اتجاه يعالج ممط جديد من رغة العيش في بيئة مبنية تنبني فلسفاتها التخطوطية بشكل رائد ومبتكر في ظل التناقص الذي نراه الآن على المسرح العالمي بين الأمم والشعوب نحو الإبداع والابتكار والإنتاج المعرف الذكي المحاور الورقة الرئيسية هي عبارة عن إطار مفهومي ثم إطار تطبيقي تحليلي ثم التوصيات ما المدينة الذكية أنا قصدت أن آتي بهذا التعريف لإجرائي من خلال قراءاتي أستطيع أقول متعمقة في هذا الموضوع بأنها عبارة عن بيئة مبنية ذات بنية احتية مستدامة وبكفاءة عالية عن طريق التوظيف الأمثل لتقنيات الأكمة والتجبيك الذكي في إدارة البيانات الضخمة ومزودات الموارد والخدمات المختلفة من نظم الاتصالات والنقل والاتصالات والطاقات المتجددة والأمن وتبادل جميع المنافع في هذا الحيث المبني بحيث تجعل العيش في هذه المدينة بطريقة أكثر يسراً واستدامة هناك أيضاً مفهوم آخر أيضاً سبطه من مجموع ما قرأت من أدبيات في هذا الموضوع أن المدينة الذكية هي حيث مبني تتكون منظومته من الربط الذكي والمستدام بين منظومة العمران المادي والعمران التخيلي بين هلالين الاستراضي الناتج عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتأدية وإدارة وحوكمة واستدامة النظم ومظائف وخدمات كل ما لو علاقة بتسيير الحياة في هذا الحيث المبني نلج مباشرة إلى الإطار الوصفي في الورقة الورقة حفلت وضمت كثير من الجوانب ولكن لضيقة الزمن الموقع العام لمدينة طلائل هي جزء من مشروع اليوم وهو أحد المشروعات الكبرى التي جارت الآن على غد من المساق في المملكة العربية السعودية وهي كلها موظومات لبيئات مبنية ذكية بطريقة تخطوطية تصميمية مبتكرة هذه المدينة تقع ضمن منطقة تبوك في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية بالقرب من ساحل البحر الأحمر والخريطة توضح ذلك الفلسفة التخطوطية للمدينة الذكية The Line هناك مرتكزات تخطوطية وهذا هو الجانب الذي أفترض أن أركد عليه باعتبار التخصص وهناك المرتكزات التصميمية تقوم الفلسفة التخطوطية المرتكرة لمدينة The Line على أسس تخطوطية كثيرة لعل من أبردها التقنيات الرقمية الذكية بما في ذلك أتمتد جميع الخدمات بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجوماتيكس والجائس وإلى آخر الاستدامة والصنع المكان أو صنع الأماكن لمجتمع يتمتع بأعلى معايير الرفاه وأنه مجتمع إنتاجي معرفي من المرتكزات التخطوطية في فلسفة إنشاء مدينة The Line دمج الاستخدامات في بيئة مبنية عمودية إنه كل الاستخدامات تكون كومباكت مع بعض في هذا الحيث العمودي الذكي ثم الوصول للخدمات الأساسية عبر المشي بالأقدام وهذه هي الرقم الركين في الفلسفة التخطوطية لمدينة The Line مع استخدام نظم التقنيات الخاصة بالذكاء الاسبناعي والجوماتيكس المرتكزات التصميمية لمدينة The Line أنا أخذ هذا بس البعد حتى الإخوة الحاضرون يستوعبون إنه مدينة The Line مكونة من ثلاثة طباغات في إطار عمودي الطبقة العليا فقط للمشاء وتنتشر في أرجائها المناطق الخضراء والتربية وسنبين ذلك بالصور بعد قليل طبقة الوسطى للخدمات والمرأب يعني الخدمات التعليمية المستشفيات والصحة كل المنشيات التي تخدم الساكنين في هذه المدينة التي يعني يتوقع أن يعيش بها حوالي 9 مليون نساق طبقة السفلة وهي طبقة العمود الفقري مخصصة فقط لقطار الأنفاق بمعنى أنه لن تكون هناك رحلة أطول من 20 دقيقة طوال المسافة أو طوال الحيز الطولي للمدينة البالغ 170 كيلو ميجر الإطار التحليلي يعني أنا خدت أنسنة الفراغات العمرانية في مدينة دالاين من منظور نغض تخطيطي بمعنى أنه أن أبين نقاط القوة ونقاط الضح بعد يعني تعمق مصطفيد فيما ما أتيح لنا من من تصاميم ومخططات خاصة بمدينة دالاين أثناء الاطلاع على بعض المستندات وعلى بعض الجداريات المبتوذة في معرض نيوم دالاين في مدينة الدرعية في الرياض نقاط القوة طبعا أنا مركز فقط على ما يتعلق بالفراغات العمرانية الأوبن سبيس والإيربن سبيس الموجودة في مدينة دالاين دمج الاستخدامات والمرومة التصميمين للفراغ السكن الداخلي جميع الخدمات مشيا على الأقدام أطول مسافة لأبعد مقطع من الخدمات في مدينة دالاين لا تتجاوز الخمسة دقائق بالأقدام عدم وجود حاجة للسيارات والسبب أنه لا توجد أصلا شوارع مخصصة للسيارات والطبعة الأولى والطبعة العليا كما أسلفت اتساع المساحات الخضراء والترفيهية بأعلى المعايير بأعلى المعايير الخاصة بالمناطق الترفيهية وبقياسات دقيقة موجودة في التصاميم والمخططات لمدينة دالاين تعتبر مدينة دالاين تقريبا عطفا على عجم الكمية المبنية للأبنية المساحات شازعة بكثير جميع أولتات المدينة مخضومة بقطار أنفاق عاري السرعة على مسافة 170 كم عدم وجود إزعاج مروري بالتأكيد جودة ونقاء الهواء تراء التتابع البصري للمناطق الخارجية قدام الساكن وقدام الزائر أو السائح للمدينة هناك فانوراما بصرية غنية جدا جدا على مرمى البصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا أعلى وأسفل تجانس الترابط التصميمي توفر المساحات لأداء جميع الوظائف ومصول للخدمات طبعا الرفاه الاجتماعي ونمط الحياة العصري مع الحفاظ على البيئة في مدينة دالاين من أبرز نقاط قوتها ممارسات الاستدامة بتزويد كامل المدينة وفراغاتها بالطاقات المتجددة هناك بعض نقاط الضح أنا استغريت بشكل استباقي من خلال ما أتيح لنا من تصاميم مخططات خاصة بمدينة دالاين الضعف المحتمل لعلاقات الجوار السكني ربما هناك احتمالية الإزعاد في أماكن العمل يعني قطار الأنفاق إلى آخو وهذا بيكون في الطبقة التحتية للمدينة احتمالية تدني الخصوصية مع ظروف الطقس ربما أحيانا أثناء فصل الصيف ظروف الطقس في مدينة دالاين أو في المنطقة هذه صراحة ظروف مثالية ومدروسة يعني بعناية وبإحترافية أنتقل بكم إلى نماذج من الفراغات العامة في مدينة دالاين وكيف أنها تجعل المعيشة في مدينة دالاين رغم الأتمة ورغم إنها كلها بالتكاهل الصناعي لكن هي في النهاية صانع ماشة في اتجاه أو ذاهبة في اتجاه الهومانيزيشن الأنسنة صنع المكان وصنع المكان هو مفهوم تخطيطي يعني أو مسألة تخطيطية تصميمية يشارك فيها المجتمع مع المخططين في إطفاء روح على المكان مع الحفاظ على الهوية إلى آخر ومن هذه اللقبة تبين أن هناك فعلا في صمع للساكنين والصوار والصباح أشير أيضا أن كل هذه الصور أنا أتغطيها بكاميرتي الخاصة من جداريات معرض نيوم دالاين في الدرعية في الأول من مارس الماضي الإمتاع البصري عبر جميع نقاط الرؤية بالمشهد الطبيعي وهذا واضح من هذا اللقطة ثم كل الفضاءات الموجودة أنا استقرأت منها بشكل استباقي أنها تعزز العلاقات الاجتماعية بطريقة رائعة الفضاءات الحميمة لجميع الفئات لجميع الفئات العمرية الأطفال، الشباب، الصبية، النساء ذوي الحاجات الخاصة، ذوي الهمم حتى كبار السين كل هذه الفراغات العامة صممت وخصصة لكي تلبي حاجاتهم ورغباتهم وتصرفاتهم وممارساتهم في هذا الحيث المبني مدينة دالاين ثم وجود متحف وهذا المتحف جزء من المدينة والجميع هو متاح مفتوح يعرض كل ما يتعلق بمدينة دالاين وبالطبيعة والطبيعة وبالإذ الحضاري الطبيعي والفيزيوغرافي والثقافي للمملكة العربية السعودية أيضاً، ركزوا معي في هذه الصورة هذه من أعلى مدينة دالاين في السطح، صنون السطح بهذه الطريقة فيها هذه الأشجار بتوظيف الألعاب المائية والسباحة مع المناظر الطبيعية بالسطح الأعلى كل هذه الأشياء هي جزء من أنسنة الفراغ في مدينة دالاين ثم لاحظوا معي أيضاً لطلال الفريدة على الواجهات البحرية أنا ذكرت في معرض كلامي أن شرقاً أو غرباً نقاط الرؤية والتتابع البصري الجميل هناك في إغناء بصري للساكن من خلال التنوع ما بين الماء والبحر وعناق الشجار والصخ والطبيعة إلى آخر المناغشة ثلاثة نقاط أنا أطلق مفهوم المدن الذكية يتم محور حول برمجيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا للاتصالات والاستدامة بما في ذلك الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة وصنع المكان لمجتمع حيوي ومعرفي واختصال ذكي نحن الآن في عمق عصر الغرنة الـ 21 عصر حكمية التنمية المستدامة والإنتاج المعرفي والتنافسية التنافسية الناعمة بين الشعوب الدراسة هذه من منظور تخطيطي وبقاً لتجارب المدن الخطية في العالم التي أنا ذكرتها في ورغتي تضع مدينة The Line بفلسفتها التخطيطية التي ذكرتها على قمة النماذج المبتاكرة الخارج عن المألوف يونيك بلانين مودلز للعيش الذكي المستدامة باعتبار أنه أصلنا البناء عمودي وفيه كل أنواع الذكاء الاصطناعي مع إدفاع الحميمية المكانية للساكنين من خلال الفراغات سواء كان داخل السكن أو خارج المدينة أيضاً الدراسة ضمت مصفوف صغيرة للتقييم وهذا هو تقيم استباقي مع أن مدينة The Line حتى هذه اللحظة لم تفتتح ستفتتح بإذننا سنة عشرين ثلاثين بتقيم استباقي مؤشرات الدراسة تعطي التقييم العام لأنسنة الفراغات في مدينة The Line درجة التقييم عالية التوصيات هناك ثمانية توصيات أبردها ثلاثة توصيات ضرورة اكتكار مؤشرات دكية وذات معيارية مرجعية لهذا النوع المبتكر من المدن الدكية المدن الخطية المعتمدة على فكرة الاستدامة والتقنيات الرقمية الدكية التي هي ليست موجودة الآن على مستوى العالم المدن الدكية موجودة في مستوى العالم سواء كان في أستراليا أو في ألمانيا أو في أمريكا أو في كلها في سنغافورة ولكن الفلسفة التخطيطية ليس كما هي في The Line التوصية الثانية تضمين مصفوفات جودة الحياة الحضرية فيما يتعلق بغابلة الهش مؤشرات قيادة تجربة الإنسانية للساكنين أو الزوار في الفراغات العامة ومنها على سبيل المثال يعني ضم عناصر المتاحف والمسارح وأرصبت المشاة والعناصر خاصة بالبرايباسي الخصوصية والأمانة الشخصية ضمن هذه المصفوفات للتقييم والتحسين المستمير للفراغات العامة في مدينة الضلائن حالما يستخدم فيها البشر توصية أخيرة تصميم كود عمراني خاص بمدن مستقبلة ذكية التي تحتذي بلموذج مدينة الضلائن كتجربة ذات فلسفة تخطوطية مبتكرة وفريدة على مستوى العالم أنا أشكركم كثيرا على جميل إزقائكم ومستمتع جدا بالتواجد معكم ولكم الشكر الجزيل شكرا جزيل شكرا أستاذ أحمد أد كريم على هذا التقديم وهذا العرض الشيق جدا طبعا الأستاذ حاصل على درجة الدكتورة في التنمية الحضارية المستدامة ونظم المعلومات الجغرافية وحاليا أستاذ مساعد في جامعة الحديدة المشاركة بعنوان مدينة لوسين موذج رائد المدن المستدامة في قطر فليتفضل مشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم الإخوة والأفاضل وشهر مبارك عليكم وكل عام وأنتم بخير يسعدني أن أكون معكم مشاركا في هذه الندوة العلمية بموضوع مدينة لوسين نموذج رائد للمدن المستدامة في قطر يشهد عالم اليوم تحولا سريعا من حياة الريف إلى حياة الحضر إذ يعيش ما نسبته 55% من سكان العالم في مناطق حضرية مما يتسبب بحوالي 70% من انبعاثات الكربون و60% إلى 80% من استهلاك الطاقة وسيزداد الأمر أن إذا وصل سكان المدن نسبة سكان المدن في عام 2050 إلى 70% وإذا الحاجة مستمرة إلى إنشاء مدن ذكية مستدامة قادرة على الصمود ومجابهة الكوارث من هذا المنطلق تعد مدينة لوسين نموذجا رائدا للمدينة الذكية المستدامة وتعزيز رؤية قطر 2030 كونها تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحاليا تم تفعيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين نوعية الحياة وتلبي حاجات الأجيال الحالية على مستوى راقم الرفاهية مع ضمان تلبيتها لاحتياجات الأجيال القادمة تتكول الورقة أو البحث من ثلاث محاول رئيسة المحور الأول خلفية نظرية المدن البيئية المحور الثاني تطبيق مفهوم المدينة البيئية المستدامة على مدينة لوسين المحور الثالث مدينة لوسين كنموذج ديناميكي للمدينة الذكية المستدامة بالنسبة للمحور الأول الخلفية النظرية للمدن البيئية المستدامة فيتكون من محور الرئيسية المفاهيم عامة ونظريات المدن البيئية المستدامة بالنسبة للمفاهيم العامة تم التركيز على مفهوم التنمية المستدامة وهي التي تلبي احتياجات الأجيال في الحاضر المستقبل المدينة القابلة لعيش حياة صحية تهتم أو تركد على حياة صحية ملائمة للجميع وحلقة وصل بين الماضي والحاضر المدينة الخضراء هي حماية تهتم بحماية الطبيعة وتحسين جودة الحياة في المدن أما المدينة الأيكولوجية فتعمل على توازن بين المدينة والطبيعة في حين أن المدن الذكية تعتبر مدن مبتكرة يحركها الإبداء وقادر على توليد الحلول بواسطة تقنيات المعلومات والاتصالات نظريات المدن البيئية المستدامة أهم هذه النظريات نظريات النمو المرشد وهي تركد على الحد من التوسع العمراني واستخدام مسائل النقل العام أما نظرية الاعتماد على المواصلات العامة فتقلل من الحاجة للاستخدام المركبات الخاصة نظرية العمراني الجديد تروج الأعداد الصديقة للبيئة وإنشاء تجمعات عمرانية مختلطة والتنقل سيرا على الأقدام المحور الثاني وهو بعنوان تطبيق مفهوم المدينة البيئية المستدامة على مدينة لوسيل تقع مدينة لوسيل في وسط الساحل الشرقي لدولة قطر على الخليج العربي وعلى مشارف مدينة الدوحة بحوالي 15 كيلو شمالا وهي بذلك تشغل مساحة الأرض البالغة 38 كم مربع والواقعة فيما بين البحر من جهة الشرق والبر القطري من بقية الجهات تتكون من 19 تجمع عمرانيا متعدد الغراض والاستخدامات ومجهزة بمختلف أنواع البنى التحتية والخدمات المتطورة وفقا لأكثر معايير الاستدامة صرامة تتسع لأكثر من 200 ألف نسمة وتوفر 170 ألف فرصة عمل وتستقبل 80 ألف من الجوار والسياح وهي مدينة مستدامة حضراء صديقة للبيئة توفر تنوعا لا مثيل له في العمران والأنشطة والخدمات ما يجعلها أكثر الأماكن جاذبية في قطر رؤية بهدف إنشاء مدينة لوسيل الرؤية هي رؤية طويلة المدى من أجل بناء أساس اجتماعي وثقافي قوي في مدينة حديثة مستدامة متطورة تقنيا تجسد التطلعات المستقبلية لدولة قطر أما الهدف وهو الابتكار والاستهلاك الذاتي الرشيد طبقا لنظام الإدارة والتحكم الذكي بناء مجتمعات نموذيجية متطورة ومتناغمة تحقق التوازن بين النواحي الجمالية للعمران وتعايش الناس معا في مجتمعات ذكية ومرجمة مجالات تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية في المدينة لوسيل المجال العمراني استند المخطط العمراني للمدينة على مفهوم المنطقة والحي السكني وتخطيط المدينة كتلة عضوية متكاملة مترابطة مع الفضاءات المكتوحة ومسارات المشاه والدراجات ومراكز الترفيه مبدأ التصميم السلبي من أجل تحسين المناخ المحلي والراحة الحرارية وتوجيه المدينة ككل وفق الاتجاه وحركة الرياح وزواية وقوط الأشعة الشمسية وجودة المنظر الطبيعي والتهوية والإضاءة الطبيعية وتوفير الطاقة وإنشاء محور أخضر من الحدائق والمتنزهات العامة والمساحات الخضراء في مختلف أرجاء المدينة المجالات البيئية تضمنت مجال النقل ومجال الطاقة والبيع بالنسبة لمجال النقل تم تزويد مدينة الوسير بمنظومة نقل متكاملة تم تدل أكثر من 200 كم وفق نظام هيراركي مستدام مكون من خطوط النقل العام ومسارات للمشاه والدراجات والطرق السريعة والشوارع الفرعية والأنفاق والجسور والمواقف بالإضافة إلى نظام النقل المائي في الواجهة البحرية مجال الطاقة والبيئة صممت مدينة الوسير لبنيتها التحتية وفقاً لاستراتيجية خفض استهلاك الطاقة وتقرير الإنبعاثات الضارة بالبيئة بما مقداره 65 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون مدينة الوسير مقاومة للكوارث ومزودة بنظام تخزين الطاقة الاحتياطية وتوفير إمدادات أكثر استقراراً من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية استخدام أحدث التقنيات للمحافظة على انظافة البيئة وجمالها حيث تتم عملية جمع النفايات باستخدام تكنولوجيا الهواء المضغوط كما تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي طبقاً لأحدث التصاميم والمواصفات العالمية المجالات الاجتماعية تضمنت مجال الرعاية وهي الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية المجال الترفيهي يحتوي على داوين تاوين لوسيل وهي نموذج رائع ورائد لتجارب الحياة العصرية الفريدة ومكان تنصر فيه الثقافات والأفراد والأعمال ميدان الساد منارة للفخامة العمرانية وعنوان للتواصل الحضاري والاحتفالات العالمية أما درب لوسيل فهو يمثل قلب مدينة لوسيل النابط تمتزج فيه المعاصرة بالنسيق الثقافي القطري ومنطقة السيف هي روح مدينة لوسيل تطل على جزر قطيفان ومتنزه الواجهة البحرية أما منطقة المارينة فهي عبارة عن مناطق سكنية ومساحات متعددة لاستخدامات على الواجهة البحرية مدينة المهة تعد أكبر مدينة ترفيهية في لوسيل وجزر قطيفان هي مناظر طبيعية رائعة ومنطقة سياحية راقية وملاذا هادئة للسكان والزوار الإدارة الذكية أو مركز لوسيل للقيادة والتحكم يقع هذا المركز في قلب المدينة الذكية ويعمل على مدار الساعة ومنه يتم التحكم بجميع المرافق والخدمات بواسطة مركز العمليات ومركز البيانات بالنسبة للمجال الأمني فذكر خدمات الأمن والسلامة في مدينة لوسيل وتطوين نظام معلومات جغرافي متكامل وشامل للمدينة وتفعيل مزاج شبكات الذكية الفورجي والفافجي وتقنية البوابات الافتراضية تركيب كاميرات المراقبة من داخل المدينة وكافة مرافقها الخدمية وإضاءتها بمصابيح LED مزودة بأجهزة استشعار حساسة للحركة وفي المباني والمنازل التي تم تركيب أو تم تركيب أنظمة الحماية المدمجة وتفعيلها 24 ساعة للكشف عن حالات التسلل وحوادث الحريق بواسطة نظام الاستشعار التلقاء المقتصل بأنظمة الجوال وتطبيقاته الذكية وشاشة التلفزيون المنزلي لعض التنفيهات في حالة الطوارع المحور الثالث وهو المحور الأخير في هذه الدراسة له بعنوان مدينة لوسيل كنموذج ديناميكي للمدينة الذكية المستدامة مدينة لوسيل أكبر مدينة مستدامة وكتفية ذاتيا في قطر تعتمد مفاهيم طموحة ورائدة تحققت متطلبات منذيال كأس العالم قطر 2020 هي مشروع نموذجي للحد من الانبعاثات الكربونية للمدينة بنسبة تصل إلى 70% من خلال استخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتقددة بنسبة تجد عن 30% لمقابهة مشاكل التلوث والتغير المناخي والكوارث والأوبئة لأنها تعتمد الأنظمة الذكية المفتكرة وتنتهي مبادرات جديدة المستقبل وتواكب التطول لأكثر من 100 عام قادمة استخدام تطبيقات تكنولوجية متطورة من شأنها الحفاظ على البيئة وعلى قاعدة الموارد الطبيعية وإدارة الطاقة والنفايات والنقل الذكي والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية تتمتع مدينة نوسيل بمواطنين أذكياء يندمجون مع أي مشروع تقني جديد وتعتمد على الإنترنت على استراءة 5G وعلى تقنيات الاستشعار على البعد ونظام المعلومات الجغرافية تتميز بتجهيزات تقنية ولوجستية وإجراءية متطورة لمواجهة تحديات ومخاطر الأمن استبراني والحق في الخصوصية وضمان حماية أمن الشبكة الإلكترونية ومنع اختراقها من قبل المتسللين النتائج والتوصيات بالنسبة للنتائج أن التحول إلى المدن الذكية هو التحول ضمن المدن الخضراء المستدامة الصديقة البيئة وإن تطبيق مفهوم المدن الذكية المستدامة في اندرات الوسيل يعد من الإيجابيات المبتركة في عمران القرن الـ 21 من حيث زيادة الكفاءة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئي استخدام التقنيات المبتكرة يحد من الإقراءات التي تهدر المقدرات ويرشد الاستهلاك استخدام وسائل النقل العام والسيارات الكهربائية والمش يقلل من الضغوط على شبكات النقل وحركة المرور وبالتالي يحد من التلوث ويحسن الحالة الصحية للسكان استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجابهة الأوبئة والكوارث والتنبؤ بها قبل حدوثها إن برامج التنمية المستدامة الشاملة تعمل على تحسين سبر الحياة في البيئات العمرانية المختلفة واستدامة عناصرها في الحاضر والمستقبل التوصيات العمل على تخفيض التكاليف المفتبطة بإنشاء المدن الذكية بيئيا وتضليل الصعوبات أمام الكفاءات المحلية لاستثمار في التكنولوجيا الاستدامة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتقددة وتكنولوجيا مكافحة التلوث معالجته واعتماد نهج التخطيط البيئي المستدام كأولوية حتمية للدولة في استراتيجيتها التخطيطية إشراك المواطنين في رسم استراتيجية طموحة لاستثمار في مشريعات المدن الذكية وفتح الباب أمام المبادرات الفردية والجماعية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب تعميم استخدام أنظمة النقل والتنقل المستدام كي تصبح سلوكا حضاريا يعتاده الناس في الوسيل وغيرها من المدن القطرية التوعية المستمرة بهمية ترشيد الاستهلاك لاسيما الطاقة والمياه تطوير مراكد للبحث العلمي وإجراء دراسات تفصيلية لشكل الحياة في المستقبل وتقنياتها المتطورة واستقراء اتجاهاتها وتأهيل مخططات المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بيئيا شكرا لكم لحكم استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فاتح علي عبد الله على هذا التقديم المميز وعلى الالتزام بالوقت طبعا الأستاذ تناول موضوع أيضا بالغ الأهمية وهو مدينة لصيل لموذج رائد للمدن المستدامة في قطر حيث تعد مدينة لصيل لموذجا المتحدث الثالث وهو الأستاذ عمر سليم مؤسس وعذور الرابطة الدولية لمحاكاة أداء المباني مساعد باحث سابق في جامعة قطر المشاركة بعنوان لماذا تحتاج المدن إلى أن تصبح ذكية الآن فليتقدم مشكور أستاذ عمر سليم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أستاذ بالتدخل أستاذ من فضلك هناك خلل في الصوت سوف نرجو الاصلاح بالأمر لا ما زال هناك تقطع لا ما زال هناك تقطع الصوت السوق كده واضح نعم الآن واضح تفضل أستاذ السلام عليكم ورحمة الله بركاته نريد ان شاء الله نتكلم ليه؟ احنا محتاجين المدن تكون ذكية ايه ضرورة ان البدن تكون ذكية دلوقتي؟ احنا في سنة الف سنة ستين كان عدد سكان العالم حوالي تلاتة مليار دلوقتي عدد سكان العالم بيتجاوز تمانية مليار وكل يوم المناطق الحضرية بيزيد فيها عدد الأفراد تقريبا مئة وخمسين ألف شخص بسبب الهجرة أو بسبب المواليد ناس كتيرة بتحب تنتقل من الريف للمدينة لوجود فرص عمل هي ارتفاع كبير في طلب على الموارد زي الغزاء والماء والطاقة والهواء النظيف المدن اللي احنا تم تصميمها لزكان الأمس باستخدام تكنية زمان أصبحت فيها انهيار ومش قادرة تغطي طلبات سكان اليوم ومكاتش متصورة ان الاحتاجات اللي هكون موجودة زي ما احنا شايفين فيه ضغوطات كتيرة جدا آآ بالذات مسلا في المدينة اللي ظهر فيها آآ فيروس كورونا برضو آآ في نيويورك في عدد سكان كبير جدا آآ في القاهرة في مدن المزحمة جدا بسكان مشوار ممكن تاخده في وقت يكون فاضي فيه مسلا الفجر ممكن تاخده في عشر دقيق ممكن تاخده في ساعة في اوقات الزروة ودي مشكلة كبيرة جدا لانا فيها تلوص فيها تضيع الوقت فيها آآ مشاكل العصبية. تمام ولما حصل ازمة كورونا احنا فجوئنا ان احنا مش مستعدين لكده المدن غير مهيئة لكده ولا البيوت اللي احنا ساكنين فيها مهيئة لكده حتى ان في امرات كتيرة جات بسبب الناس قعدت فترة طولة في البيوت وهي مصممة ان احنا ننام فيها مش ان احنا نعيش فيها. فاحنا عندنا دوقتي في مشاكل كتير جدا بسبب التصميمات القطيعة فاحنا محتاجين نشوف ايه المزايا اللي موجودة في المدن ازا كيه. يعني عندنا تلاتة وتلاتين مدينة ضخمة عدد سكانها بيزيد عن عشرة مليون نسمة. فعن عندنا تحدي ان احنا نوصل لهم مية نظيفة وطاقة كافية والغزاء الامن. وفي مشكلة بتاعت التلوث التلوث سبعين في المية منه بسبب المباني اللي موجودة والمدن اكتر من المصانع. فاحنا لو قدرنا ان احنا نسيطر على المشاكل دي زي مشكلة الطاقة يبقى فيه مسلا توصل بشكل قوي. زي ما حصل مسلا اه دكتور فتح قال في مدينة لوسيل. اه في برضو مدينة اه اه لاين لسه ما خلصتش. لكن ان شاء الله يتحقق فيها نفس المواصفات. عندنا في حاجات كترة جدا خاصة بالسيفتي وهكزا. دي احنا نحتاجين احنا ندخلها في قلب منظومة الموضن عشان تكون زكية بحيس ان الانسان يبقى مستمتع بها. يعني يكون فيه مسلا نظام لو ما فيش سيارات موجودة في الاتجاه دوت. فهي اوتوماتيك تبدأ تنظم حركة الترافيك بدل ما هو مسلا بيقعد دقيقة هنا وديقة هنا. ممكن يقعد مسلا عشر ثواني. هو بشوف الناس. اه لو انا بدور على باركنج ديني انظار ان في باركنج متيح في مكان قريب. وهكزا. السيارات زيتية كده تبدأ تحس بكل الحياة اللي موجودة وتبدأ انها تاخد المعلومات من كل الاجسام اللي قريبة منها. ففكرة المدن الزكية ان انا احسن حياة الناس. اديهم مزايا. اديهم تخطيط افضل ونمو اقتصادي. بنية تحتية افضل واسرع. الحمد لله في نمازج عربية كتيرة موجودة في سواء في الامارات سواء في قطر سواء في السعودية سواء في مصر سواء في المغرب. نقدر نحن نعتمد للتجربة دي لاي دولة محتاجاها. هي موضوع عبارة عن مجموعة من التكنيات هنستخدمها عشان نوصل لمستوى افضل للحياة. لان بداية المجتمعات كان المجتمع عبارة عن مجتمع صيد. وبعد كده اتنقل المجتمع زراعة طبعا خد سنين كتير جدا وبعد كده مجتمع صناعي اخد فترة طويلة. وبعد كده اتنقل اعتماد على التبتولوجيا. وحاليا احنا في مرحلة المجتمع السيبراني. الفترة اللي هي لبين المجتمع الخامس والرابع. لكن كنت تطورك كتير جدا. الهدف اللي هو ان المدن تكون زكية ده من ضمن الاهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم. اللي كل الدول اتبنته سواء دول العربية وغير العربية موجود في السعودية رؤية عشرين تلاتين وموجود في مصر وموجود في كل الدول. ان احنا عايزين المدن بتاعتنا تكون زكية. والهدف ده مرتبط بباقي الاهداف. ومش هدف منفاصل لا مرتبط بتوفير المية وكهرباء وكل حاجة. وجودة الحياة. فهي تعريف. فيه طبعا عشرات التعريفات. لكن التعريف اللي انا شايفه من وجهة نظري. ان احنا هنستعين بالتكنولوجيا. الهدف توفير الخدمات للمواطنين. وتحقيق الاسدامة مع الحفاظ على التراث. يعني انا بتستخدم تولز اللي هي الادوات الزكية زي الاسمارت بيلدنج. الاسمارت يوتوليتي. الاسمارت بيزنس. الاسمارت هيلز. الانترنت اوف سينجس. الاومن داتا. الزكاء الصناعي. التعلم الالي. التعلم العميد. كل التكنولوجيات دي بدخلها مع بعض. بحيس ان انا اقدر اخدم المواطنين اللي موجودين. وحق لهم حياة افضل. صحة افضل. ان انا اقفر لهم اه وقت المواصلات. ان انا اقفر لهم اه اماكن كتير يكون فيها النباتات يقدروا يعيشوا فيها. وفي نفس الوقت لو المدينة دي فيها تراث معين ان احنا نحافظ على التراث. مش بنيني التجربة من من دولة اوروبية. ونخدها عندنا بينما احنا عندنا تراث خاص بنا. في قدرة المدينة عندها قدرة على تحسين نواية الحياة. مع ضمان احتياجات الاجيال الحالية والمستقبلية. وبدون متأثر على المواد الخام اللي محتاجاها الاجيال القادمة. فعشان كده بفيه حاجة كتير جدا نازل بيكون موجودة زي البنية التحتية المادية. زي الطرق تخلص من نفايات. وفيه مسالها عارضة عليكو دلوقتي حالا. اه في مدينة لوسيل. لان اشتغلت في اه في كزا مشروع في مدينة لوسيل. اه زي البوليفارد وكزا بورج. فيه شبكة الطاقة. ازاي بتبقى الشبكة الطاقة الزكية بحيس انها تقدر تستفاد وتدمج معها الطاقة اللي جاية من المصادر المتجددة زي الشمس والرياح. وتقدر انها لو فيه اي عيب فيه اي مشكلة بتروح للمقر الرئيسي وتبدأ انها تتنبهني. يعني عايز بقى عند كنترول وشايف كل حاجة. المادينة الزكية عندها قدرة على رؤية كل حاجة وسماع كل حاجة. وتقدر تاخد قرار من نفسها. من خلال التعلم الالي تقدر انها تاخد قرار من نفسها. البنية تحتية المؤسسية زي ان يكون فيه مؤسسات تعلمية ومستشفيات. لان لو فيه خلل انا اتطر ان انا اروح مدينة تانية عشان اتعلم مسلا في جامعة. لو ما فيش جامعة ففقدت شرط من شروط المدينة الزكية. عندنا البنية تحتية الاجتماعية موضوع التعليم وصحة والاستدامة. فانا كده بستخدم التكنولوجيا الموجودة زي الاتماناتة ان لما تحصل حاجة اوتوماتيك يعمل حاجة تانية. يعني لو حصل مسلا اه ان فيه الزحام في مكان في الطريق يبدأ ان هو يوجه الناس لطرق اخرى. البيانات المفتوحة دي مهمة جدا ان الناس المواطنين يقدروا يطلعوا على اي داتا هم محتاجينها. عايز يعرف مسلا اي داتا حصلت وموجودة عند الحكومة بتشاركها مع الناس بحيس ان هو يقدر يعمل برنامج ويشارك المعلومات دي مع الاخرين. ممكن انترنت الاشياء. ان كل حاجة مرتبطة بالانترنت وتقدر تاخد المعلومات فوري. التعلم الالي. وده هيدينا فواية كتر جدا هيقلل الازحام هيقلل الانبعاثات من الكربون. هيحسن الخدمة الوصول للوظيف والخدمات. ان لو انا عامل اه الخدمات بتاعتي اي حد يقدر يستفيد منها. على سبيل المسال بدل مضاعي يوم كامل في ان انا بروح الشهر عقاري او ان انا اقضي مصلحة او ان انا اعمل اه جواز صفر او اي ورق. من خلال التطبيق من الموبايل اقدر ان انا ادخل وسجل خدمة وانا فيسك. فده بيحتاج ان يبقى فيه تعاون بالتكنولوجيا كتيرة جدا. في كزا واحد مسلا ممكن يكون واحد متخصص في الجا اس واحد متخصص في البيم واحد متخصص في في حد متخصص في قاعد البيانات في الزكال الصناعي. كل المهانسين دول بيجتمعوا مع بعض ويبدأوا يعملوا آآ مكان يقدر يجمع في المعلومات من كل حاجة ويقدر نوع ياخد القرار في حاجات خاصة مسلا بالمواصلات. زي ما احنا شايفين ده عمود نور مسلا موجود في كاميرا بحيس ان هو يشوف لو في اي مشكلة والكاميرا دي مفتبطة بالزكاء الصناعي لو حست ان في حرقة زادة عن لزوم او حست ان في حد ما بتحرقش او حاست ان في حرقة مريبة بتبدأ تدي انزار آآ قادر اعرف الحافلة العامة هتوصل امتى? فيقول لي مسلا الحافلة العامة هتوصل بعد ست دقيقة. فساعة اقدر اخد قرار هل انا مستعجل اخد تاكسي او اقدر سلنا المواصلات ديت. في برضو يبدأ يقول لي ازا كان في تلوص في المكان دوت فتسيب المكان. وطبعا المعلومات دي كلها بتتجمع في آآ مقر الخدمة. بيبدأ يقول لي ازا كان في مشكلة في المكان الفلاني فابدأ ان انا هتعامل معاه. فانا محتاج ان انا اشارك المعلومات مع الناس في اي مكان يقدر يحصل عليها. عمود النور ده في واي فاي مجاني. ناس تقدر انها تحصل عليه بحيث لو عايز يوصل لمعلومة يقدر ان هو يصليها. المعلومات متشاركة مع الناس. من ضمن الحاجات المهمة جدا في المودن الزكية. ان انا اخد رأي الناس. يعني لو في خدمة عايز اقدمها او في مشروع عايز اعمله. اخد رأي الناس. ممكن ان هم شايفين ان في مشروع افضل. بدل ما انا مسلا اعمل ملاهي هم شايفين لا احنا محتاجين مستشفى. فدي من ضمن الحاجات الاساسية في المودن الزكية. دي عملناها في لوسيل. دي عبارة عن نظام صرف الصحي او نظام صرف بيبقى مقسم الحاجات بحيث ان ما بقاش فيه سلال سلة مهملات العربية تيجي تاخدها. لا هي اوتوماتيك بتشفت من من العمير او الابراج وبتشفت من الاماكن اللي موجودة في الشارع. وبتروح لمكان بحيث ان هو يبدأ ان هو يقسم الوست ديت او المخلفات ويبدأ ان هو يتعامل معه. دي من الحاجات المهمة جدا كده وفر ان ما فيش سائرات خاصة بجامع القمامة ماشية في الشوارع. كلها بتتجامع بشكل نظيف بشكل يأمن ان ما بقاش فيه انتقال الامراض او في اي مشاكل خالص. ده نموذج لداشبورد بتبدأ تجمع فيها كل الداتا بحيث لو فيه اي مشكلة اقدر اخدها ودي موجودة في بريطانيا ومشاركينها مع الناس كلها. اي حد يقدر يحصل على اي معلومة او عايزها عايز يحصل مثلا على التلوس او عايز يحصل على مشاكل اللي حصلت في وقت معين. اه ممكن يحصل مسلا على الاماكن اللي موجود فيها الدرجات. وبحيث ان هو يقدر يعمل برنامج. ده مسال برضو على ان الداتا موجودة وبيقدر هو رائب المدينة كلها. بحيث ان هو شايف ايه اللي بيحصل مسلا في مدينة اللوسيل. دي مؤشرات بتبدأ تقول له ازا كان في اي مشكلة موجودة في المدينة. طيب في مؤشرات طبعا للمدينة ازا كي افترة جدا. اجمعتهم هنا في حاجات خاصة بالتنقل والتواصل في حاجات خاصة بالاقتصاد في حاجات خاصة بطريقة المعيشة في حاجات خاصة بالناس لازم يكون ناس اه تبدأ تتعامل وتقدر تستخدم التكنولوجيا الحديثة دي وهي حاجة بسطة جدا بس لازم يبقى في اصرار من اللولة الناس كلها تستخدم التكنولوجيا الحديثة في البيانات اكتاح البيانات وتدولها والتفاعل معاها ومشاركتها. وكذلك البيئة الحفاظ على البيئة. فلو انا هسكن في مدينة عادية لكن في مدينة تانية مدينة زكية اكيد هروح للمدينة زكية لان بيكون فيها الخدمات لو في مثلا حصل لقدر الله آآ حادثة فيه طرق ان الاسعاف توصل في معادها زي ما حصل مثلا في مدينة توليسيل فيه طريق خاص للاسعاف. فعشان كده انا شاف ان كل المدن تبدأ انها تتاجي وبش بالمضاع مش مكلف جدا فيه طرق كتير ان احنا نستخدم المدن الزكية بتكلفة قليلة زي ما حصل في الهند. وجزاكم لكم الخير. اشكرك جزيلا شكر استاذ عمر سليم على هذا التقديم الرائع والموضوع الشيق جدا الذي اشاط فيه الى اهمية المدن الذكية وهذا طبعا يقع ضمن اهدف تنمية مستدامة في العالم. الذكاء الاصطناعي في القيادة الرقمية بمؤسسات التعليم العالي. المشاركة الان بعنوان الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم العالي. فلتتقدم الاستاذة مشكورة. استاذة سامية هل انت معنا؟ استاذة من فضلك الصوت غير واضح؟ استاذة من فضلك الصوت غير واضح؟ ي Load اشترك جزيلا شكورة ليس بعد ليس بعد نرجو استلاح هذا الخلل Nation أستاذة سامية هل أنت معنا؟ يبدو أن هناك مشكلة للصوت إذن نعتذر على هذا الخلر ربما عند الأستاذة سنعود لها بعد قليل الآن سأنتقل إلى المتحدث الموالي وهو الأستاذ داتوك حاج عبد الرحيم بن حاج عبد الله سيشاركنا الآن بمداخلة تحت تحميل عنوان أمار الشفاء عناق السماء لفلسطين فليتقدم مشكور شكرا لك زميلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين أعتقد والله أعلم أنكم تسمعونني نعم جيد نعم بارك الله فيكم فقط أحتاج مساعدة بالنسبة للعرض ممكن السلايد يعني إذا في مجال تساعدين فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله التوقيت هنا في ماليزيا في تمام ما يقارب الساعة الرابعة فجرا شكرا على إتاحة الفلسط لي لأن أكون معكم في هذا اليوم المبارك إحدى أيام رمضان المبارك بإذن الله ونحن نتكلم عن سباق الأمم وهذا حقيقة بالنسبة لنا في ماليزيا يعتبر شرف لنا كبير أن نكون جزءا من هذا السباق واليوم حقيقة نتحدث عن مكان رائع ربما الكثير مننا أو متأكد أن الكثير مننا نعرفه ولكن نحن في ماليزيا نتشرف بأن نكون جزءا من هذا السباق وجزءا من هذا الكيان في الأمم للنهوض وللقيام بأمة واحدة في القدس في بيت المقدس أو المسجد الأقصى كلنا نعرف حقيقة أن اليوم هو اليوم ما بعد المئة وستون يوما من تاريخ مهم في حياتنا الإنسانية وهو ما يحدث في فلسطين من القتل والتدمير وإما إلى ذلك حديثنا اليوم حقيقة عن سباق الأمم في قيام أمة وهي فلسطين كلنا ندرك تماما ماذا حدث في اليابان ماذا حدث من هكبات من انفجارات من حروب من زلازل ومن انعزال أو انقضاء البنية التحتية بالكامل في منطقة هولة بالسكان وكذلك في مكان يعتبر مستحيل أن يكون هذا المكان هو ما هو عليه الآن في اليابان وكلنا ندرك تماما تطور اليابان ووصولهم إلى مراحل متقدمة ممكن سلايت بعدها طبعا هو الآن في عرضي سأستعرض المعلومة التي هي موجودة لدى كثير مننا وممكن نقرأها أو نراها يوميا في التلفاز أو في الراديو أو في الإنترنت ما حدث وما يحدث وما سيحدث في بيت المقدس ولكن حقيقة نحن ندرك تماما أن كل الخطط للبنية التحتية الموجودة في فلسطين الآن وما قبل الآن في ظل ما يحدث في فلسطين هناك نجحت الأمة الإسلامية في عمل بنية تحتية رائعة تحت الأرض وهي ممرات وأماكن للتغلب على العدو ولإكمال المسيرة في النهضة بفلسطين ولكن حديثنا اليوم عن مساهمة ماليزيا دولة ماليزيا في إعادة إعمار فلسطين طبعا حقيقة في كثير من الناس قد يعني ينظر إلى هذا الأمر بنظرة يعني ممكن تكون نظرة سلبية وهي أن الآن يموتون الناس من الجوع يموتون من العطش يموتون من قلة الموارد يموتون من الأمور الطبية ولكن كل ما نستعرضه الآن ممكن الأخت ستعرض الأسترايتات حتى ننجز الأسترايتات لأنه لدينا أمر كثير إن شاء الله سنتحدث به هذه العجال هناك أفراد قتلوا شهداء هؤلاء هم إن شاء الله أبنائهم وأحفادهم هم رجال المستقبل لدينا أكثر من 13 ألف طفل قتل بالإضافة إلى النساء الذين قتلوا 9100 طبعا هذه الأرقام أنا حاولت أأتي بأرقام قد تكون هي ليست الأخيرة ولكن هي دلائل على وجود احتياج مستقبلي لإعادة الإعمار وهذا ما نحن اليوم نتحدث به طبعا نحن بدأنا في ماليزيا بمبادرتين المبادرة الأولى هي مبادرة إعمار الشفاء وهي مبادرة مباشرة لثلاث أجزاء أو لثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الإنقاذ وهي الآن في عملية إيجاد البناء التحتية لعملية الإنقاذ السريع وهذه الجانب الأول ويساعدنا في فريق من تركيا من جمعية حياة وأيضا فريق من فلسطين أنفسهم وهم موجودين هنا في ماليزيا وأيضا بالتعاون مع العالم كله وهذا ما سيشير إليه اليوم في خلال طرحي الموضوع أيضا الصفحة التي تليها طبعا الفكرة هنا هي أن هناك تواجد لإنسان والإنسانية موجودة في فلسطين والآن نحن نتحدث عن إعادة الإعمار لسببين رئيسيا السبب الأول هو تحدي العدو وهو أننا سنستمر وسنكون في فلسطين للأبد فهو لا يضيع وقته ولا جهده في التدمير لأنه يسهل علينا إعادة الإعمار ستون ألف من السيدات الذين قتلوا عفوا لهم ستين ألف موجودين في مرحلة قطر لكن هذا أيضا يدل كثير من الناس يعرفوا هذه المعادلة أثناء الحروب سبحان الله هذه أثناء الحروب يزداد عدد المواليد سبحان الله فهذه سبحان الله من حكم الله في الكون وأيضا المباني التي دمرت الحكومية 166 مبنى حكومي دمر فهذه أيضا معناته نحن لا نحتاج إلى أن نعمل عملية تدمير الريدي تم التدمير ونشكر لأعدائنا في إتاحة الفرصة لنا أن نبدأ إعادة الإعمار المدارس مئة مدارس وجامعات كذلك دمرت و350 مدرسة أو جامعة أو معهد تم قذفها وبالتالي هي غير مؤهلة للاستخدام هناك أيضا 230 مسجد تم القضاء عليه و289 مسجد يدمر وصعب أن يستخدم هذه طبعا كل الأشياء التي دمرت نشكر العدو على إتاحة الفرصة لنا أن نخطط على مستقبل باهر وأن نكون جزء من الكيان الجديد طبعا عوضا عن المسيح أو الكنائس التي كذلك دمرت فهذه أيضا خدمون خدمة العمر بارك الله فيهم إن شاء الله سنكون إعادة بناء هذه الأمم هي بداية الانطلاق طبعا سبعين ألف من المباني السكنية دمرت بالكامل و92 ألف هي غير صالحة للسكنة فهذه أيضا من ضمن الحسنات التي بادروا بها أعداءنا لعنهم الله فالفكرة الآن هو أننا في ماليزيا وضعنا خطة لأعادة الإعمار فكرة إعادة الإعمار في سباق الأمم وضعنا الآن برنامجين البرنامج الأول هو إعمار الشفاء وهي كما ذكرت المرحلة الأولى هي مرحلة الإسعاف والمرحلة الثانية هي مرحلة إيجاد وسائل طبية بمنى تحتية متحركة تزامنا مع تحرك العدو لعنهم الله في التفنن في وضع الخارطة لأن نكون في أماكن تواجد الجانب الإسكاني وهو انحياز أو توجه أو تحرك كثير من اللاجئين الفلسطينيين من منطقة إلى منطقة من مثلا من غزة إلى مناطق متفرقة فتنقلهم هذا لدينا الآن فريق من المهندسين يدرسون آلية تحديد أو آلية تحديد المواقع التي تحتاج لها الإسعافات المتحركة وبناء مستشارات ميدانية متحركة هذه على المستوى المتوسط على المستوى البعيد الذي أريد أن أطرحه اليوم وهو بإعادة إعمار فلسطين عملنا مؤتمر في ماليزيا قبل فترة وكان هذا المؤتمر حضره كثير من الجميعات الخيرية من جنوب شرق آسيا من اندونوسيا من تايلاند وكذلك أيضا من تركيا ومن بعض الدول حتى من باكستان هناك أيضا 200 منطقة تاريخية ومنطقة مهمة في التاريخ أيضا دمرت فالفكرة الآن أن نحن نقوم بعملية التخطيط لوحدات تكون مؤقتا وبعدها المرحلة الثانية تكون ثابتة ولكن مع إمكانية تحركها والمرحلة الثالثة هي إعادة الإعمار إعادة الإعمار بالنسبة لماليزيا طرحنا طرح في عمل منطقة مدينة سكنية وطرحت كاسم مدينة ماليزيا في القدس في غزة والمدينة هذه متكاملة أقصد متكاملة يوجد فيها مستشفى يوجد فيها مستشفى اسمه مستشفى إحسان ويوجد فيه جامع باسم جامع السلطان ماليزيا ويوجد فيه سكن أبراج سكنية تقريبا ست أبراج ويوجد أيضا فيه مدارس وأيضا يوجد فيه مطبخ مركزي لإعداد الواجبات المركزية البناء التحتية الآن يعني حقيقة في هناك فريق من المهندسين المعمارين الذين شاركوا في كثير من المشاريع الاستراتيجية من ضمنها بناء منطقة بوتر جايا المنطقة الحكومية الماليزية يرأسها المهندس حفيظ هاشم وأيضا مجموعة من الذين لديهم خبرة في أعادة الإعمار للمناطق حتى مثلا أحد الشركات لديها خبرة في أعادة إعمار منطقة حكومية في العراق فهذه الخبرات والكفاءات الموجودة وضعناها في هذا السباق المهم لسباق الأمم في النهوض في القيام لأمة واحدة في فلسطين وهي أن تكون هذه البناء التحتية والمباني المجهزة بكل التقنيات والوسائل الحديثة إذا كان اليابان يتحدث عن بناء متميز يتماشى مع طبيعة المنطقة فيها وهي وجود الزلازل واللهزات الأرضية فبالتالي المباني لديها قدرة على المرونة وعلى اجتذاب أو امتصاص هذه الزلازل فنحن ما ننظر إليه في فلسطين وفي بيت المقدس أن يكون هذا المشروع هو المشروع الفريد من نوعه الذي يحاكي ويوازي ويلبي جميع احتياجات الإخوة الفلسطين بالإضافة أنه يتماشى أو يتوازى مع ما يحدث في فلسطين الآن لأنه العداء هذا ليس عداء مؤقت هو عداء مستمر ولكن نحن نعرف أننا سننتصر هذا موجود في القرآن لدينا وكل مسلم يدرك تماما هذا الشيء لذلك نحن لا نضيع أوقاتنا في فقط في وضع مثلا خطة تكون هي شبه ضياع للوقت أو عدم القدرة على تنفيذها ولكن نحن الآن نتماشى مع الوضع الحمد لله قد يكون هناك إن شاء الله قريبا أمور طيبة بإذن الله في وقف الحرب فالتحرك الأول في البنية التحتية لوضع هذه الأماكن وعملنا أول طرح وهو عمار الشفاء عمار الشفاء هو عبارة عن مشروع أطلقناه من ضمن منصة بيفول وفكرة المشروع هي استقطاب كل العقول العالمية في عملية إنشاء أو في عملية توفير الخدمات الطبية العالمية لإخوتنا في فلسطين بثلاث مراحل التي ذكرناها مرحلة الطوارئ وهي المرحلة الفورية ثم المرحلة الانتقالية أو المرحلة المواقة وهي المشافي الميدانية في الملاجئ ثم المرحلة الثالثة وهي بناء المستشفى بناء المستشفى الآن نعمل القطرة الاستراتيجية لتطوير وبناء مستشفى إحسان والذي سيمول إن شاء الله بإذن الله من خلال الحكومة الماليزية ومن خلال وزارة الصحة الماليزية الذي أطلقها وزير الصحة الماليزية بنفسه وذكر أنه سيكون في أحدث البناء التحتية الطبية بالنسبة لفلسطين بإذن الله بمبادرة ماليزية وبإشراف وزير الصحة الماليزية بنفسه فهذه كانت من إحدى نتائج المؤتمر الذي حضره كثير من الجمعيات الخيرية في العالم وتبنت بعض الدول مثل الفاكستان تبنت مبنى بالكامل المستشفى تبناه وزير الصحة وذكر أنه سيكون هناك أيضا وقفة لهذا الجانب لإعادة العمار طبعا الآن الهدف في مشاركتنا في هذا السباق وهي استقطاب كل العقول الموجودة هنا لدينا 111 عقل مفكر ومدبر ومهتم في البناء التحتية ما ذكره زميلي قبل قليل في موضوع النظاف والأشياء هذه طبعا لو ننظر إلى البناء التحتية في المشاعر في مناء في ميناء ندرك أن هناك أيضا مشاريع قوية وضخمة أيضا في عملية تدوير النفائية وفي عملية التخلص منها الآن الفكرة إيش؟ أنه نحن نتكلم عن منطقة يعني كانت ماهولة بالسكان كان لها لندسكيب أو طريقة أو عدد سكان معين الآن اختلف الوضع سيكون هناك مرحلة انتقالية مؤقتة ثم مرحلة انتقالية لتوافق مع التعداد السكاني في منطقة معينة في ملاجه ثم بعدها بإذن الله البناء المستمر والذي سيصمد أمام العدو للأبد وسيكون هذه إحدى المعالم التي سنفخر بها نحن المئة أو اثنى عشر شخص الموجودة الآن في هذا السباق طبعا السباق مفتوح للكل اختيارنا للمصة بيفول حتى تكون هي الواجهة للمشروع هذه لوضع اللمسات أو لوضع الفرصة لكل العالم في المشاركة في هذا البناء الذي سينفخر به سويا وسيكون لنا معلم وسيكون لنا أكبر شاهد في العاصر في أمام المولى عز وجل وفي نهر الريان طيب الجانب الآخر الذي بدرنا فيه وهي عناق السماء لفلسطين عناق السماء لفلسطين له جانبين حيويين الجانب الأول الجانب الأول نحن نستنجد بجنود السماء ليش؟ لأنه هل يكفي جنود الأرض؟ لا يكفينا نحتاج إلى جنود السماء هم الذين الآن يطوفون حول الكعبة من أول اليوم إلى الآن وهم يطوفون في الكعبة وفي رمضان طبعا بلدات يزداد عدد الطائفين في السماء في مكة فبالتالي هؤلاء الآن هم جنودنا في عناق السماء لفلسطين وهو عبارة عن مشروع يعني مشاركة الأبراج العالمية في بناء في إعادة إعمار فلسطين كيف هذا الكلام؟ الآن تحدثنا أو عملنا اتفاقية مع أول برج وهو برج في كوينتن يعتبر من الأبراج الجديدة الحديدة في ماليزيا وأيضا تناقشنا وسنوقع اتفاقية تعاون مع جمعية الأبراج العالمية التي تتمثل تقريبا أكثر من خمسين برج في العالم الهدف من محاكاة هذه الأبراج لعدم كفاية جنود الأرض فالآن نريد أن ندخل جنود السماء فيها ونحاكي المرحلة الانتقالية للتطوير والإعادة بناء فلسطين من خلال الأبراج العالمية هناك نعرف أن في ماليزيا يوجد كثير من الأبراج برج بوتروناس برج الاتصالات برج تير اكس برج وان سيكسر فكل الأبراج الماليزية ستبدأ تحاكي إعادة الإعمار لفلسطين وهذه المبادرة ستطلق في غرة شوال بإذن الله وسيكون هناك ستيج متنقل فريق متكامل إعلامي مدعوم بنورفليكس وهي إحدى المنصات الإعلامية وسيكون هناك ما يسمى بالروتشو أو المعرض المتنقل لمحاكاة إعادة الإعمار في الفلسطين لإتاحة الفرصة للجميع في الأرض وفي السماء أن يكونوا جزءا من هذه المحاكاة وأن يروا ما هي أحدث تطور في إعادة إعمار فلسطين كل هذه الرسالة الواضحة المنيرة لأعدائنا في اليهود في العالم أننا نستطيع أن نأتي ببنية تحتية قوية جدا لإعادة إعمار فلسطين ونحن جاهزين لها من الآن فحملة التبرع التي ستبدأ في غرة شوال لتجميع ما يقارب خمسين مليون دونار أعفوا خمسين مليون دونار للمرحلة الأولى لبناء مدينة ماليزيا في بيت المقدس سبحان الله أول دولة بادرت وشاركت بعد تركيا في تولي أو في تبني هذا المشروع هي دولة باكستان باكستان تبرعت ببرج كامل برج كامل يعني أتوقع تقريبا يعني البرج سيكلف يعني يعني على أقل تقدير مئة مليون يعني دولار المرحلة الأولى ذكرناها في خمسين مليون دولار للبناء التحتية ولبناء المنطقة السكانية والمنطقة أو مدينة ماليزيا في فلسطين هذه المرحلة الأولى مرحلة التخطيط أتيحت الفرصة في فكرة عناق السماء أن نعرض هذه الخطط وهذه البناء التحتية للجمهور الهدف منه حقيقة أولا محاكات وطرح الأفكار التي ستعرض أو التي ستنفذ في مدينة ماليزيا في فلسطين وهي أول مبادرة نبادر فيها وسيكون المشاركين فيها إلى أعلى مستوى حتى إلى البنك الإسلامي للتنمية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي والجهات الحكومية الخارجية بالإضافة إلى المبادرة من خلال مابيم وهي الجاء الجمعية القائمة على هذا المشروع والتي الحمد لله من أولى الجمعيات التي وصلت إلى القدس في أول يوم من النكبة ونشكر أعداؤنا في إتاحة الفرصة لنا أن نساهم في إعادة إعمار هذا البلد المقدس فالفكرة في طرح سباق الأمم لقيام أمة هي أننا نحتاج إلى كل الفريق 114 شخص الموجود اليوم هنا وهذه فرض كفاية إذا قام به عننا من له السبق في هذا الجانب في إعادة الإعمار ووضع البنى التحتية لهذه المنظومة المتكاملة لبلدنا المقدس فبالتالي سيفوز في هذا السباق لسباق الأمم لنهضة وليقيام أمة في فلسطين طبعا الآن العمل جاري في التخطيط عملنا التصور العام وهو متاح في أي من الفريق ممكن يتواصلوا مع المنظم لعمل ممكن طرح متكامل إن شاء الله في حلقة تكون أطول لإعادة إعمار فلسطين وهي هذه المبادرتين الأولى عناق السماء التي ستطلق في وسط شوال وهي حملة لطرح كل طوق لإعادة تمام للملأ فهذه هي أول يعني مبادرة عناق للسماء وستكون في برج كوانتان وبإذن الله سيطلقه ملك ماليزيا بإذن الله كأول مبادرة لإطلاق البناء التحتية لفلسطين عفوا تم بكي من الوقت حتى ممكن استطيع أن نعمل لم يتبقى بالأسف موضوع شيء لكن الوقت لم يتبقى شكرا أستاذ طيب شكرا لك هل الصوت واضح؟ صوت واضح ننتقل مباشرة إلى المجتمع نعم أختي واضح نعم برضا أشكرك أستاذ على هذا مارك الله فيك سامية ناصر سعيد هل أنت معنا أستاذة؟ نعم أستاذ علي الآن صوت ممكن تتفضلي بالتدخل أشكر الأستاذ الكرام على الإثراء العلمي والمعرفي وجهودكم المقدرة جدا وسعيدة جدا للتعرف على النماذج المطروحة خلال الندوة الورقة القادمة سنتحدث عن نوع محدد من تقنيات الرقمية في مجال محدد وهو الذكاء الصناعي في مؤسسات التعليم العالي كما تم الذكر آنفا المدن الذكية تحوي على معظم القطاعات منها قطاع الصحة قطاع ريالة الأعمال قطاع الصناعة ومنها أيضا قطاع التعليم الذي هو كل اهتمام هذه الورقة وبالتحديد التعليم في مؤسسات التعليم العالي سنتطرق بشكل سريع على تكنولوجيا المدن الذكية والأساتذة الكرام تفضلوا بذكر أغلبها مفهوم الذكاء الصناعي كتقنية محددة للتركيز عليها ثم نتعرف على مقالات استخدامها في مؤسسات التعليم العالي في ثلاثة محاور التعلم والتعليم والبحث العلمي التكنولوجيا المستخدمة في المدن الذكية عديدة غير محصورة ولكن يمكن ذكر أبرزها إنترنت الأشياء أو ما يسمى بالـ IoT الواقع الافتراضي الـ PR أو الواقع المعزز المعروف أيضا بالـ AR البيانات الضخمة وكذلك الذكاء الصناعي الذي يعد محور لمجموعة من الندوات ومحور للحديث في كثير من النقاشات خاصة فيما يقال الأكاديمي والتعليمي فهو مفهوم الذكاء الصناعي بشكل عام نتطرق للمفهوم ونحاول أن نحلل أو نستخلص مفهوم مبسط لما يسمى بالـ artificial intelligence وبعدها نحاول أن نسقطه على المقال الذي نتحدث عنه وهو المؤسسة التعليمية داخل المدينة الذكية الذكاء بشكل عام عندما نقارله بين ذكاء البشري وذكاء الآلة الذكاء البشري هو عبارة عن القدرة على التعلم هل الشرائع ظاهرة لديكم بشكل متسلسل؟ أستاذ عليا؟ نعم نعم ظاهر حسناً الذكاء عندما نعرفه بمفهومه العام هو القدرة على التعلم ثم التخطيط التحليل ثم التركيب من أجل حل المشكلة أو حل المسألة نحن كبشر نستخدم ما يسمى في الدماغ البشري بالخلايا العصبية أما في الآلة تستخدم الألغوريثم أو ما يسمى بالخوارزميات المفارقة بين الذكاء البشري وذكاء الآلة يعتمد على القدرة على الوصول لحل المسألة بسرعة أيهما كان أسرع في عمليات الوصول للحل الذكاء الاصطناعي كمفهوم عام هو جزء من الكمبيوتر ساينس أو علم الحاسوب ويتدرق منه ما يسمى بتعلم الآلة ثم التعلم العاميق وحاليا نتكلم عن ما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو محور العمل الحالي في وما يشغل الناس من الفترة 2023 تقريبا إلى الآن المعنى العميق للـ AI إذا مرينا على الخط التطور الذكاء الاصطناعي المتوقع من العلماء فالذكاء الاصطناعي يمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى الـ الذكاء الاصطناعي الضيق الذي تكون فيه الآلة تتعلم وهي بحاجة هنا للإنسان لكي يزودها بالبيانات وهو قادر على حل مشكلة في مجال المحدد أبسط الأمثلة عليها التي يستخدمها الناس الآن من شركة أفل وأليكسا من شركة أمازون المتوقع في المرحلة القادمة أن ننتقل إلى مرحلة الـ الذكاء الاصطناعي العام حيث أن تتطور تعلم الآلة إلى ذكاء الآلة فتصبح الآلة تقاري ذكاء الإنسان بعدها ننتقل للمرحلة الأخيرة المتوقعة التي يكون فيها الذكاء أو الآلة واعية جداً بحيث تستطيع أن تقدم حلول تفوق قدرة دماغ الإنسان وتسمى بالذكاء الاصطناعي الفائق المتوقع أن يكون الوصول إليها خلال أقل من مئة عام. فالمعنى البسيط لذكاء الاصطناعي هو استخدام أنظمة الحاسب الآلي لمحاكاة السلوك والتفكير البشري من أجل الوصول للفلول المحتملة الحلول قد تكون في أي قطاع من القطاعات هي موازية الذكاء البشري أو تفوق الذكاء البشري. وبما أن حديثنا هنا الآن داخل المؤسسات التعليمية أو الجامعات والكليات داخل المدن الذكية فرحنا نتطرق لي ثلاث محاور فيها وهي كيف يستطيع المحاضر وهناك كتبت المتعلم لأن كل من يقوم بعملية التعليم يستطيع أن يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كبشر داخل المؤسسة أو المدينة الذكية. الفكرة الأولى يستطيع المحاضر أو المعلم أن يستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في تخصيص التعليم بحيث يقدم يتخلص من مشكلة الفروقات الفردية بتخصيص أدوات تعليمية خاصة لكل طالب داخل الفصل أو داخل البيئة التعليمية وهو مساعد في تقييم الطلاب ويمكن استخدامه كمساعد في تقييم الطلاب بحيث أنه يعطي تحليل فردي لكل متعلم داخل المؤسسة التعليمية من استخداماته أيضا تخصيص المسارات التعليمية حيث يمكن لذكاء تحديد مسارات تعليمية مثالية بناء على أهداف الطالب. فالطالب الذي أهدافه في المجال الرياضي يمكن إعطائه مسار تعليمي خاص في هذا المجال الذي له مجول ومسارات مهنية في المجال العلمي له أيضا مسارات في هذا المجال. ومن السهل أو يسهل للمعلم إعطاء ما يناسب كل اختيار فردي من الطلاب. مما قد يعاني منه بعض المعلمين أيضا هي إنشاء مادة تفاعلية وشيقة للطلاب خاصة أننا نتكلم عن الـ الـ ناشئين في البيئة التكنولوجية لذلك من الواقب التماشي مع البيئة التي نشأ فيها هذا الطالب فقد تعطي تقربة أفضل شيقة وتفاعلية أكثر للمعلم والمتعلم تساعد أيضا نفس الشيء المحاضر للتوجيه الأكاديمي والمهني بحيث أنه يوجه الطلاب إلى اختيار مساراتهم المهنية مستقبلاً بناء على ما تم تقديمه بناء على المهارات التي أنجزها الطالب بناء على ربما حصوله على الدرجات محددة في مقالات محددة إذا كان متفوقاً في المقال اللغة مثلاً إذا كان متفوقاً في مقال النشاط البدني إذا كان متفوقاً في مقال العلوم وغيرها فيساعد في توجيه الأكاديمي والمهني بشكل أدق نوعاً ما مما قد يمي يعني ليس بما يفضله الإنسان وإنما بما يفضله المنطق وقدرة الطالب قد يساعد أيضاً في تقديم موارد تعليمية إضافية وهناك الكثير من الأمثلة تستخدم بشكل واسع ربما يكون أبرزها تطبيق جي بي تي فور النسخة الأخيرة منه التي تساعد في تقديم موارد تعليمية إضافية للطلاب ولكن مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات هناك تحليل بيانات الطلاب قد يكون شغل كثير من المتعلمين المهتمين بالمتعلم هنا أنه نعم نعم الآن ظاهر نعم نعم على التقنية التقنية التي هي الشغل الأكبر للطلاب لكونهم من جيل التقنية الذي نشأ حاليا نحن نتكلم عن جيل ٢٠٢٤ أصغرهم ربما ولد في ٢٠ في كليات والقامعات وثلات تعليم العالي بالنسبة للمتعلم هناك العديد من الأدوات التي يستطيعوا أن يستفيدوا منها أيضا ألخصها هنا في مجموعة من النقاط أو أذكر بعضا منها منها مساعدة التعلم الذاتي فلا عدر للطالب إذا لم يحصل على المادة التعليمية كاملة أو لم يكن يتوفر له فرصة التعلم هنا حيث يمكنه استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي تمكنه من الوصول إلى مصادر تعليمية مخصصة وتقديم توجيهات ونصائح تعليمية شخصية لكل فرد كذلك منها أيضا تحليل أداء الطالب وتقديم ملاحظات بناءة فأداء الذكاء الاصطناعي لا تساعده فقط في تقديم المادة العلمية ولكن أيضا في تحليلها وتقييمها بالنسبة للطلاب لو الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة منها بشكل كبير أو مثال منها إذا كان الطالب لديه مشكلة بصرية يستطيع أن يستفيد منها في الحصول على المادة العلمية مصورة أو عفوا مسجلة بالصوت ليستطيع أن يقرأها منها أيضا تعديل التفاعل والمشاركة في الصف الافتراضي يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تطوير مناصات تفاعلية أذكر مثال ربما يكون أشهرها الآن فان أكاديمي من النصات التفاعلية الجميلة التي تناسب مختلف المستويات وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وقد يكون هذا محل للنقاش وللقدل أيضا إذا كانت تساعد أو لا تساعد في مقارات التفكير النقدي والإبداعي ولكن هنا تعتمد على المستخدم سواء كان من المتعلم أو من الطالب نفسه بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال البحثي هناك عدة استخدامات أيضا منها تحليل البيانات الضخمة يمكن لذكاء الاصطناعي أن يحلل بيانات كبيرة جدا ومعقدة بشكل كما بقدرة الإنسان ولكنها قد تكون بشكل أسرع وأدق كذلك ويمكنها استفراج الأنماط والإتقاهات الهامة كما سيتم ذكر لاحقا صنع العلاقة ما بين أو العلاقات ما بين العوامل الخاصة بالبحث منها أيضا التنبؤات العلمية يمكن لذكاء الاصطناعي استخدام نماذج التنبؤ لتتوقع الظواهر الطبيعية المعقدة مثل التغيرات المناخية والانتشار الوبائي وقد يكون هذا المجال مهم جدا في السنوات القادمة للتنبؤات العلمية من أكثرها استخداما أيضا الترقم الآلية وفهم اللغة الطبيعية حيث يمكنه استخدام وتطوير وترقمات الكثير من النصوص وهناك الكثير من الأمثلة عليها مثل برنامج الورد تون والعديد من البرامج التي تستطيع أن توفر خدمة الترقمات القيدة وقد يكون أشهرها استخدام برنامج الذي أضافت تطبيق له أيضا والعديد منها أيضا التفاعل مع المجتمع العلمي حيث يمكن بعض التقنيات هنا وتحسن التفاعل بين الباحثين بين مختلف المناطق وهذا يزيد من كفاءة البحث العلمي وتداخل الثقافات والأفكار العلمية الاكتشاف والتحليل العميق سي وأنه يتحدث مع الآلة التي جمعت بيانات من مجالات مختلفة ومن أماكن مختلفة فتساعده على ربط الأفكار مع بعضها البعض قد يستطيع أيضاً أدوات التكار الاصطناعي خدمة الباحث في تسريع عمليات التقربة والمحاكاة حيث يمكن لها أن تقلل الحاجة إلى التقارب والاختراق والاستبارات بحيث أن السيميوليشن سيناريوس يمكنها أن تكون داخل الأداء وتعطي الناتق للباحث بدون الحاجة إلى الورور بتقربة عملية منها وقد يأخذ الفكرة ثم يقوم بتحليلها لاحقاً هناك العديد من الاستخدامات في هذا المجال كما ذكر الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم سابقاً أن المدن الذكية تتميز بأنها ذات بنية تحتية مستدامة وذات كفاءة عالية وهي الربط بين العمران المادي والافتراضي وهنا أود أن أستدل بكلامه أننا عندما نتحدث عن البنى كهندسة يجب أن يكون داخلها أنظمة والأنظمة يجب أن يفهمها البشر فإذا فهم من المستخدم كيف يقوم هذا النظام سيكون الاستفادة منها بشكل أفضل مثل ما تفضل الأستاذ عمر وقال أن الهدف من المدن الذكية هي تحسين حياة الإنسان فهنا نحن نقوم باستخدام تقنية داخل مقال محدد تحسين الكفاءة من المستخدم لهذه التقنية في هذه البيئة المحددة فمن توصيات قائمة من هذه الورقة هي أن على طانعي القرار وفصهم في مقال التعليم العالي أن يتعرفوا بشكل عميق على كيفية استخدام التقنية الذكية سواء كانت الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء أو البلوكتشين أو غيرها ولكن الأهم من ذلك هو أن يتعرفوا أو يدركوا لماذا يتم استخدام هذه التقنية لماذا تبنى هذه الجامعة الذكية داخل هذه المدينة الذكية بحيث يكون التركيز الأهم على المحور وفي مؤسسات التعليم العالي المحور هو المعلم والمتعلم والباحث ينظم من ضمن المتعلم هنا فإذا كان من توصية هنا تكون بأن يتم تحديد الهدف من استخدامها قبل أن يتم الاستخدامها وتحويلها فيما يخص الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو أصبح واقع لا محالة فالإنسان مخير ما بين أن يدخل في صدام معه أو أنه يتقبله ويتبناه بطريقة تناسب البيئة والمكان الذي موجود تطبيقه فيه الخيار الأفضل هو أن يتم استخدام تقنيات ذكاء الاصطناعي فيما يخدم الإنسان وفيما يخدم أهداف المؤسسة وبالتالي يساعد في تحسين الحياة ويساعد في الوصول الأسرع للأهداف المؤسسية أشكركم جزيلا إذن شكرا أستاذة سامية على هذا الطرح الرائع والموضوع المهم جدا داخل مؤسسات التأميد كيفية استخداماته ولماذا تبنى هذه الجامعة شكرا لكم شكرا الآن نفتح باب النقاش والإصفراء للمداخلات السابقة إذا كانت موجودة أسئلة تفضل أستاذ تاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أشكر المنصة وأشكر جميع المتحدثين طرح الموضوع كان هام جدا بالنسبة لإستدامة المدن والزكاة حقيقة أكثر مع لفظ نظري التحدث الأول وهو الأستاذة دكتور رحمة عبدالك حقيقة دائما يتحفنا دائما يعني بأوراق العلمية المتميزة يعني أنا دكتور طارق حمدنال أحمد خبير بيئي في المملكة العربية السعودية حقيقة نمكن تذكر لمدينة زلائل وسبق نمكن عدة محاضرات شرطة لمسألة التصميم والتخطيط المتعلق باستدامة المدن وصراحة يعني كثير من التوصيات ربما بعض الاستفسارات التي طرحت في الورقة أنا برأة أجابت عليها مواصفة 37 1101 وهي المعنية باستدامة المدن وزكائها وقلت لي ماذا لا توضع أي دولة عربية ما موجودة كأمثلة موجودة في المواصفات أمثلة لدول لكن ما شاء الله المملكة من خلال رؤية عشرين ثلاثين انطلقت انطلاقها كبيرة جدا وأصبحت هناك استدامة كبيرة جدا في المدن وللأسف يعني ما مدرجة يعني كأمثلة المواصفات المذكورة دائما مدن أوروبية بينما في الدول العربية مثالي المملكة هنا من خلال رؤيتها زي ما ذكرت أنا انطلغت فنبر من خلال التصاميم والمراعاد لكل النواحي المتعلقة باستدامة المدن وزكائها موجودة هنا فالسؤال طرحت قبل كده لماذا لم تدرج واحدة من الدول العربية في المواصفات العالمية كنموزج لاستدامة المدن والمجتمعات وحتى تعريف المدينة نفسه يعني أي حيث جغرافي به مجتمع أنا حتى التعريف في طرحات المواصف بصورة جديدة والريدي أنا وضحت معه شاركت في موجهات المواصفة نفس هذا من خلال منظمة الدولية الأيزو ففي مقاييس من خلال التوصيات ذكر أنه هل هناك مقاييس للأداء فعلا المواصفة في نفسها 37101 أشارت إلى بعض الجزئية منها خاصة بالمقاييس الأداء للمدن المستدامة حقيقة أنا برع يعني ورقة بتحته تعتبر هي أحترام للبقية كلهم كدموا أشياء منتازة جدا ورائعة لكن مسألة التخطيط والتصميم أنا برعو ذا الأساس في كل شيء وهو ذا فيما بعد أنا أقدر أبنى على فعلا مدن مستدامة ولا مدن زكية فصراحة مسألة الاعتبارات المدينة أنا بستشدار لكلمة مدينة يعني مدينة ليست مثلا كالمثال السابق أن تشمل حي سموينوع من السكان لا إن قالوا أي بقعة من الأرض فيها تجمع بشري وربطوا ببنية تحتية مستدامة وبمسألة تعد الاتصالات نفسها وذي المسألة ذكرت المواصفات لإبارة حتى لذي جمعوا في واحدة من الأمثلة في المواصفة جمعوا الأدباء والشعراء في حيز وبقعة معينة تم الاهتمام بكل معايير الاستدامة وتعتبر كنموزج للمدن المستدامة فأنا براء أن مسألة التصميم والتخطيط المتعلق بالاستدامة دلمين ودل أساس حتى نحن في البيئة نقول لا بد في دراسة لا أي مشروع جديد لسنا الدراسة تقديم عن أسر البيئة من راعي فيه التصميم هو الأساس لأنه دي البداية الأساس لكل مكون للمدينة فأنا بس دار يشير لمسألة المعايير المعايير موجودة في المواصف نفسها المعايير الأداء وقياسه وغير موجودة في المواصف المسألة والسؤال لماذا لم تدرج مثلا مثل هذه المدن القيمة لراعة الاستدامة وراعة الزكاة كأمثلة لمواصفات الدولية بارك الله فيكم شكرا لك أستاذ على هذا التدخل أستاذ أحمد عبد الكريم حمزة أحمد سليمان هل أنت معنا نعم أنا معكم قد تفضل الدكتور بطرح السؤال هل سمعتمه صحيح أنا أشكر الدكتور طارق حمز الله على هذه المداخلة وهي مداخلة أضافت لما كنا نطرح من رأي من خلال ورقتنا من خلال هذه المشاركة والصحيح أن المصفوفة المرقمة 37101 هي 37101 كما أذكر طرحت بشكل واضح ما قاييس استدامة المدر لكن هل هي ربطتها بالذكاء المكاني أم لا لا أذكر لكن أنا أسوح لي أن أستغل هذه الفرصة لأقول كلام مهم جدا لكل الحضور وهذه المنصة العلمية أريد وهي تخاطب العقل العربي تخاطب المستقبل بعين المستقبل مهم جدا أن نستعل إدراك من المفهوم المدن الذكية وأننا نحصره في هذا الإطار الضيغ ما بين الاستعمال الإنسان وتوظيفه للتقنيات الرقمية وتذكية ولكد هذا المفهوم إذا سرنا عليه وأنا أتكلم من منظور نقد أكاديمي يقوم فيه نوع من عدم اليغضة ونوع من العبط الفكري لأن المدينة أكثر من ذلك كثير ما تحمل المدينة حتى بتغنيات ذكية من آمان وممارسات للتحدي الذي يواجهه المصممون ويواجهه المخططون أمام جعل هذا الفضاء المبني الحيث المبني الحيث المعماري الحيث المسكون أكثر ذاكاة لكن أكثر حميمية للإنسان أكثر التصاغا بالحياة الإنسان الحياة كم هائلة أنا خوفي أيضا من منظور أكاديمي بحث خوفي من أن يتحول الدماغ البشري الساكن في هذه المدينة الذكية وولعب الآيباد وولعب التجول في المكان فقط بالإحداث بالإحداث الخاصة بالجوال أن تتحول إلى عادة إلغاء الفكرة الخاصة بالدماغ البشري وإبداعه هذه مشكلة أرجو أن نفضر لها ونحن كمخططين عرب مخطط لمدنة الذكية يعني أنا أحذر من الإمكانية نفسها الكاملة في التحذير أرجو أن لا نستسلم لفكرة الذكاء وأن نخسر هذا العقل البشري وهذا الإنسان العربي بروح وكذا المدن العربية القديمة في كل هذا الفضاء الحميم والانتمال الهوية وكذا كيف نحن كمخططين عرب أن ننقل هذا الروح المكان إلى المدنة وهذا الحد المستقبل شكرا نعم انقطع الصوت أستاذ هلأ صوت واضح لا أسمح شيئا نعم الآن فقط أصلحت الخلال عذرا شكرا لك أستاذ على هذا الإجابة الوافية كما يجب التذكير فقط بالمثال الأسئلة يجب أن تكون مجزة كما الإجابة نفس الشيء نرجو الإختصار في السؤال بصيغة مباشرة وشكرا إذن تفضلي أستاذ انتصار عبد السلام السلام عليكم ورحمة الله تسمعونني شكرا جزيلا شكرا منصة تريد دوما وأبدا شكرا لكل المحاضرات القيمة التي ألقيت اليوم وأحب يعني أن أضيب فقط بحكم تخصصي وسؤال وفي ضمنه أيضا يعني إضافة ربما لم تذكر في هذه الأوراق البعد أيضا السيكولوجي في بناء المدن أنا أريد أعرف هل كمية الجمال والرائعة يعني التي عرضت لنا في المدن الذكية المختلفة سواء المستقبلية أو التي تم عدادها هل كان السيكولوجيين يعملون مع المعماريين أو البنائين أو من بنوا هذه المدن الذكية وفي وضعهم للتصور هل كانوا مع بعض في وضع التخطيط لها أم هو جاء جزافا من باب يعني هكذا أنه نحب أن تكون هذه المدن عصرية تكنولوجية حديثة ويأخذنا الحماس لحو هذا الجانب حيث الآن أصبحت حسب علمي يعني هناك طفرة وثورة كبيرة في مجال المعمار وبناء المدن بحيث أكدوا على ما يسمى البناء المتمركز حول المجتمع لم يعد البناء والمهندس هم الذين يصيغون أي بناء أو مدينة أو معمار وإنما يجب أن يكون متمركز حول الشخص نفسه كون أثبتت الدراسة في علم النفس البيئي مدى تأثير العمران والبناء والمدن على الصحة النفسية على القدرات العقلية والتركيز على المزاج وحتى على العلاقات الاجتماعية وحتى على الانحرافة السلوكية والجرائم ولذلك نشوف في المدن العشوائية عندما جريت الكثير من الدراسات وجدوا أن في المدن والمناطق والحواري العشوائية كانت فيها نسبة الانحرافات السلوكية والجرائم أكبر بكثير جدا من المدن التي هي مخططة بشكل سليم فالآن هالسيكولوجيين كانوا موجودين وفقا لهذه الدراسات ولذلك ظهر ما يسمى العمران النفسي الجغرافية البشرية بحيث أنه لا يتم أي عمران أو بناء إلا في ضع وجود السيكولوجي الذي يحدد الألوان والمساحة وطريقة العمران من أقل تفصيلة إلى علاها ثانيا الهوية الحضارية والثقافية نريد أننا ننتبه لهذه النقطة أحيانا أيضا يأخذنا الحماس علشان نكون مواكبين العاصر ومتميزين وندخل في العالم الرقمي وغيره وننسى هويتنا وحضارتنا فيمكن بنوع من الذكاء التقافي والذكاء الحضاري من الذكاء التقافي والحضاري أنه نبقى فعلا مواكبين العاصر ولكن في داخل هذا المعمار يكون لكل مجتمع ثقافته وهويته يعني ركن معين بناء معين طراز معين نجمع ما بين الحداثة والقانب الذكي مع الحضارة والثقافة التي تميزنا كعرب وكمسلمين وحتى كمنطقة هذا يعطي ألفة عظيمة عند الناس وحب لهذه المنطقة وإيضا لنحافظ فيها على حضارتنا لا ننقرف وراء الغير ووعدين فقط نقد نفسنا بعد أجيال أجيالنا مش عارفين لا بناءنا ولا معمارنا ولا حضارتنا ولا ثقافتنا لم أجد أي صورة من الصور تعبر ولو بشكل بسيط ربما هم ما وضعوش أساتذتنا ودكاترتنا بعض الصور لكن إن شاء الله يكونوا وضعوش لكن إذا كانت مش موجودة فلننتبه لهذا البعد والأقانب هم فاهمين وعارفين وعلم النفس الحديث وعلم النفس البيئي وغيره والعمراني أكد على هذا القانب أنه عندما تقوم بأي بناء كمدن أو كمعمار حافظ على هويتك حتى وأنت مقدم على متقب العظيم وتريد أن تواكب العصر بعد كذا معلم يمزق ما بين الاثنين بحيث يبقى معلمك الحضاري وهويتك الحضارية ما تضعش أمام هذا الفرح والرغبة في أن نحن نواكب العصر شكرا جزيلا وعجزاكم الله كل خير شكرا أستاذة على هذا التدخل ننتقل الآن إلى الأستاذ اعتجاز محمداني ممكن يتفضل عفوا ممكن أضيف إضافة لما ذكرت دكتور أنصار أو أعلق على ما ذكرت ممكن نعم باختصار لأنه لم يتبقى كثير بشكل الرحمن الرحيم أشكرك دكتور انتصار اسم على مسمى انتصار وهذا انتصار وفخر لنا أن نكون جزء من هذه المنظومة في سباق الأمم طيب باختصار شديد كل ما نقوم به الآن هنا في ماليزيا من أجل فلسطين هو مواكبة الموجود حاليا على أرض الواقع هناك الكثير من الأمراض النفسية العقلية الروحية كل هذه الأمور الآن ننظر إلى علاجها وأنا أهنكي على هذا الانتصار في طرح هذه المراحضة الشيقة والقيمة وإن شاء الله نكون جزء من هذه المنظومة المتكاملة بارك الله فيك شكرا شكرا كأستاذ على هذا الاختصار الآن ننتقل إلى أستاذ خالد العثمان الأستاذ عبد السعيد هذه الموجود أستاذ خالد العثمان هل أنت متواجد معنا الأستاذ عبد الناصر سعيد هل أنت معنا السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أستاذ لنا باختصار السؤال أولا يسعني أنا أشكركم وأشكر كافة القائمين على منصة أريد وعلى هذه الورش العامل وكذلك أشكر الأخوة الزملاء الذين أرقوا الورش العامل هذه الليلة أشد وأؤكد على ما قالته زميلتنا الدكتور الانتصار على الهوية الثقافية أو الهوية الوطنية في عصر الرقمنة أو العصر العولمة أو عصر المدد الذكية يبدو أنك طراث يحمل الهوية الثقافية لشعبنا العربي وبالتالي نحن في أي طراث في أي بناء وفي أي تشهيد لابد يكون هناك تصميم أو طراث على أن يكون من جزء منه من طراط نحن مع العصرنا ومع العصر الحديد في تطوراتي وأنجزاتي ولكن يكون فيه شعار أو يدل على هويتنا العربية الإسلامية وبارك الله فيك شكرا لك أستاذ أستاذ السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نبهني زميلي الأستاذ الدكتور خالد العثمان يريد أن يشارك ولكن لم تتح له فصة تتحل المايك كذا نعم لقد نديته ولم يكون مجموعة أوكي دماغ فل يتفضل إذا كان هنا أستاذ خالد عثمان أستاذ علي لطفا يعني أضيق الوقت نرجو أخذ مداخرة واحدة فقط مع الأستاذ صفا محمد علي فلتتفضل بارك الله بكم تفضلي أستاذ صفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر وتقدير لكم على هذه المحاضرات القيمة والمشاريع والأفكار الرائدة لمنصة أريد التي تبدع كل يوم في تقديم الأفضل للنخب العلمية ومشروع المدن الذكية يعني قبل فترة يعني قبل عدة سنوات قرأت عن هذه المدن الذكية أنها مدن نموذجية مخصصة للنخب العلمية وأيضا الذين يتميزون بتخصصات علمية متنوعة وأيضا رغبت أن أعرف عدد هذه المدن فحصلت على عدد تقريبا 143 مدينة بدول العالم و18 مدن نموذجية يعني مميزة وتقريبا أفضل عشر مدن مثل ما قال الدكتور سيف السويدي في الفيديو هي يعني من ضمنها يوجد دول عربية دبي وأيضا المدن التي تم طرحها اليوم في قطر أيضا مدينة نموذجية أحببت السؤال عن هذه المدن هل يبالإمكان أن يعني يستطيع الشخص العمل فيها عن بعد أم يجب أن يسكن في هذه المدينة ومبارك الله فيكم جماعة الله الحير شكرا شكرا أستاذ صببا كلا بكم نعم نعم شكرا أستاذ على هذا التدخل الآن نكتفي بهذا القدر من المناقشات والتدخلات والإصراع شكرا لكم جميعا أشكر الجميع وكل من ساهم في هذه اليوم معنا في هذه الندواء العلمية ثرية طبعا كما لا أنسى أن أشكر أعضاء منصة أليد العلمية لإنجاحهم هذا ومساهماتهم الفعالة لإنجاح فعالية هذه الندواء العلمية شكرا لكم جميعا